اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة يجب الانتباه اكثر لطعامنا وشرابنا لانه بهاي الفترة احنا بكون عنا حافز كبير لالتهام الطعام علينا تجنب انتقاد الغير نظر لحساسيتهم بتكون في اوجهة بوسعنا شراء عقار وزراعة نبتة او شجيرة او الانتباه اكثر لاطفالنا وقضاء وقت ممتع حتى في البيت اما بالنسبة للزوايا الفلكية اللي رح تتشكل خلال هذا النهار هي الزاوية اللي حكينا عنها بالامس وبرضو رح نعيدها اليوم هي زاوية التسديس الايجابية اللي رح تكون بين عطارد والزهرة اللي رح تكون في تمام الساعة تسعة وثلاثة وعشرين دقيقة مساء هذا اوجهة وهاي الزاوية رح تستمر تقريب العشر ايام بتعزز المواهب الفنية والادبية اما بالنسبة للزاوية التي تليها هي زاوية التقابل سلبية رح تكون بين القمر والمريخ وهاي رح تكون في تمام الساعة ثنتين واربع وعشرين دقيقة صباحا بتوقيت جرينيج بتخلق لدينا شعور بالملل من اي عمل روتيني احنا بحاجة للهدوء والتحلي للصبر في اي مسعى من قوم فيه يفضل اخذ فترة من الراحة لاستعادة نشاطنا من جديد واللي بكون محبط عاطفيا بثور ثورة عارمة من الغضب وممكن يتفشش في اي حدا او يعمل مشكلة مع اي حدا لانه مش عارف ايش يعمل اما بالنسبة للحدث اللي رح يصير اللي هو كوكب الزهرة اللي في الحمل رح ينتقل للثور في تمام الساعة ثلاثة وسبعة دقائق بتوقيت جرينيج صباحا انتقال الزهرة من برج الحمل طبعا للثور حكينا في الصباح رح يستمر ويمكث في الثور لغاية ثلاثة اربعة يعني مساء خلال الفترة المذكورة بيطرأ تغيير ايجابي على مظهر موليد برج الثور وبيشعروا بقوة العاطفة وبينجذب اليهم افراد من الجنس الاخر وبيستفيد معهم برضو موليد الابراج الترابية والمائية يعني زي العذراء الجدي السرطان العقرب الحوت وكل شخص كمان تواجد عنده كوكب عطارد في ساعة ولدته في برج الثور لوجود كوكب الزهرة في الثور تغيير ايجابي على كافة موليد الابراج ولكن في مجالات مغايرة يعني بتختلف عن بعض بالنسبة للحمل بركز على المكاسب المالية اما بالنسبة للثور فرصة عاطفية ومالية واهتمام بالنواحي الفنية يعني في منهم ممكن يخطب ممكن يدخل بحب يتطور وفرص للمال رائعة اما بالنسبة للجوزاء تعاملهم مع مؤسسات او شركات كبيرة وفي منهم ممكن يتوظف في شركة كبيرة او يترقى في عمله السرطان نشاط اجتماعي علاقات اجتماعية ممكن يجي تكريم الاسد في مجال العمل يعني اما تطور في مجال العمل او تكريم في مجال العمل العذراء سفر واتصالات وقضايا قضائية كل هاي بتكون تقريبا لصالحه ان كانت الكواكب ايجابية معاه ولكن في فرص في هذه الامور رح تكون ايجابية اما بالنسبة للميزان مال من شراكة بيجيهم او من تعويض العقرب الشراكة المالية والعاطفية في منهم ممكن يرتبط او يبدأ بمرحلة التطور للعلاقة للارتباط القوس بمجال العمل برضو في منهم ممكن يشتغلوا ولكن بدنا نحذرهم من ارتفاع الوزن لانه بصير عندهم نهم وعندهم قابلية لارتفاع الوزن اما بالنسبة للجدي فهو حظ عاطفي ومالي ودعم كامل من الحظوظ وفرصة حمل للنساء اما بالنسبة للدلو استفادة في مجال العقارات والعلاقات العائلية يعني في منهم ممكن يشتري بيت او يرحل على بيت جديد او يساعدوا الامر بانه يرجع من مكان مسافر لمكان اقامته اما بالنسبة للحوت سفر واتصالات وتعزيز العلاقة مع الاخوة والجيران يعني بكون عندهم كثير من النشاط والتنقلات الايجابية خلال فترة مكوث الزهرة في برج الثور اما بالنسبة للزاوية التي تليها هي زاوية التثليث ايجابية رح تكون بين القمر والشمس رح تكون في تمام الساعة سبعة وتسعة واربعين دقيقة بتوقيت جرينيج صباحا منولي مزيد من الاهتمام لصحتنا ومنتلقى المساندة والدعم من الاصدقاء منتجه لتغليب العقل ومنصبح اكثر قدرة على السيطرة على مشاعرنا وهاي الفترة مناسبة لقص الشعر لامور الانبات يعني اللي عندهم ضعف او عندهم تقصف بالشعر وحابين انه يعملوا تقوية فهاي فترة مناسبة جدا لهم اما بالنسبة للزاوية التي تليها وهي زاوية التثليث ايجابية بين القمر ونبتون رح تكون هاي في تمام الساعة وحدة واربع عشر دقيقة بعد الظهر خيال الخصب ويقوى الحدس وعليه فانه اكثر المستفيدين هم من يعملون في مجالات ذات صلة بذلك كلفا والديكور والتجميل يعني هاي المجالات كلها بتكون ايجابية هيك ما رح نحكي احنا باقي الزوايا اللي رح تتشكل لانه في يوم غد ان شاء الله رح نحكي عن باقي الزوايا اللي بتصير لانها كلها بتصير ما بعد الحلقة اللي احنا رح نحكيها غدا ان شاء الله تعالى اما بالنسبة الى القمر لانه موجود في السرطان معناة خلو المسار القادم رح يكون يوم ستة ثلاثة رح يكون في تمام الساعة سبعة وحد عشر دقيقة صباحا ورح يستمر لغاية الساعة تسعة وسبعة وعشرين دقيقة صباحا بتوقيت جرينيش لا ينتقل بعدها القمر لبرج الاسد عمر القمر القمر الان هو الاحدب عمره احد عشر يوم في تمام الساعة عشر وخمس وخمسين دقيقة صباحا بتوقيت جرينيش بصير عمره اثنى عشر يوم نسبة الاضاءة بتكون خمس وسبعين كلمية اما بالنسبة لمزاج الكواكب وطباعها العام وتنقلاتها خلال الفترة القادمة الشمس في الحوت حتى عشرين ثلاثة المزاج اليوم رح يكون ممتزج يعني بمعنى اخر رح يكون متقلب بين السعودي والنحوسة طول اليوم فعشان هيك منحكي كلمة ممتزج القمر في السرطان حتى يوم ستة ثلاثة مزاجه سعيد عطارد في الدلو بيتراجع حتى يوم عشر ثلاثة وبينتهي عملية التراجع فيه ولكن مزاجه منتحس الزهرة في الحمل وفي الثور حتى يوم ثلاثة اربعة المزاج سعيد المريخ في الجدي حتى ثلاثين ثلاثة المزاج سعيد المشتري في الجدي حتى أربعة تعاش خمسة وبعدين بيبدأ عملية التراجع مزاجه سعيد زحل في الجدي حتى ثلاثة وعشرين ثلاثة المزاج سعيد أورانوس في الثور حتى خمسة ثمانية وبعدين بيبدأ عملية التراجع في نفس برج الثور مزاجه سعيد نبتون في الحوت حتى ثلاثة وعشرين ستة وبعدين بيبدأ عملية التراجع في نفس برج الحوت مزاجه سعيد مزاجه سعيد اوصلنا للتوقعات اليومية برج الحمل ابتنهمكو في امور الهاصلة بالبيت والعائلة ما تحاول فرض وجهة نظرك على احد افراد العائلة بوسعكو ادخال اي تعديل مطلوب على مساكنكم حاذر من الخلافات والانتقادات والمواقف المعاكسة ممكن تستاء من تصرف احد ما جاهلك داخل البيت اهم ايش انك تنظم جدول اعمالك ونشاطاتك العباء ممكن تكون كثيري في خلال هاي الفترة وممكن ما تجد وقت للراحة من القمر طبعا موجود في بيتك الرابع فهيك احنا ما رح نحكي عن البيت الرابع رح ننتقل للبيت الاول البيت الاول يعني بشكل يعني عام هو ما في لا ايجابية ولا نحوس طيل النهار ولكن في ساعات الليل يعني ما بعد الحلقة ممكن انه يصير في نوع من انواع التوتر او العصبية او المزاج السيء يجيك هيك فجأة فحاول انك انت تطلع من هذا الجول انه لمدة ساعات بسيطة وبعدين بيختفي فحاول انك انت ما تستسلم لهاي العصبية اللي ممكن تجيك مرة واحدة اما بالنسبة لبيتك الثاني فالامور ممتازة على مستوى المال ممكن انه يكون فيه امر له علاقة بعمل اضافي يجيك من وراء اموال اليوم ممكن تفوتر امورك بشكل جيد تتحرك باتجاه المال بشكل جيد ويجيك دعم ممتاز اما بالنسبة لبيتك الثالث فانا شايف اليوم عندك كثير من التحركات والاتصالات عندك نشاط كثير عندك قدرة لا اقناع اي شخص بتتحاور معاه اللي عنده مقابل اليوم رح يبدع فيها واللي عنده امتحان وخصوصا اللي بكونوا ما قبل الجامعة اللي هي المراحل من الثانوية حتى الابتدائية هدولا رح يكون الامر ممتاز عليهم حاولوا انك تتحركوا وتستغلوا هذا اليوم بكل ايجابياته البيت الرابع حكينا عنه عن مكان القمر والموجود اما بالنسبة لبيتك الخامس فهو فارغ اليوم يعني ما فيه لا حضوض ايجابية ولا سلبية فرح تتعامل على طبيعتك اما بالنسبة لبيتك السادس فانا شايف انه اليوم على مستوى العمل انت عندك تحركات كثيرة وفيه منك ممكن يدم لتوظيف او ينقبل في وظيفة معينة او ممكن ينجز انجاز مميز خلال هذا النهار في عمله او ممكن انه يراجع طبيبه وتكون النتائج ايجابية من اشي بكون متخوف منه او يعمل بعض الفحوصات يعني زي الاهتمام الصحي يعني الامور اليوم اجمالا رح تكون جيدة على مستوى الصحة والعمل اما بالنسبة لبيتك السابع بيت الشراك المالي والعاطفي فهو فارغ يعني بتتعامل على طبيعتك اما بالنسبة للبيت الثامن برضو فارغ ما فيه اي شي ضاغط الا انه شوي هيك ممكن تجيك بعض الافكار على اساس انك انت كيف تحسن ميزانيتك ولكن الامر بيكون بحسسية معينة خصوصا في ساعات المساء مع ساعات النهار ما فيه اي ضغوطات موجودة لا ايجابية ولا سلبية اما بالنسبة لبيت السفر فهو ايجابي ما زال داعم بقوة فاللي عنده سفر او بحاول انه يسافر او يجدد فيزا او تأشيره للسفر فالفترة هاي ممتازة جدا على مستوى الامتحانات الجامعية والمقابلات او المناقشات لرسالة ماجستير او دكتوراه برضو بتكون ممتازة جدا الحظ حليفك وداعم الكو بقوة واللي عنده قضية قضائية برضو بنتظر الحكم فيها او عنده جلسة خلال هذا النهار بكون الجلسة هاي اثارها ايجابية بالنسبة له اما بالنسبة لبيت السمعة البيت العاشر فما زال ضاغط عليك وطبعا احنا حكينا في توقعات الشهر لأمتى رح يظل ضاغط فاللي بده يعرف بقدر يرجع لتوقعات الشهر عشان هيك بنحكي لما بكون في ضاغط نحوسة منقول انه حاولوا ما تعملوا اي شيء مشبوه ولا تدخلوا بمواجهات مع رجال الامن ما تدخلوا في اعمال مخالف القوانين ما تعملوا اي شيء بشوه السمعة حاولوا ما تدخلوا بمواجهات مع زملائك بالعمل او رؤسائك بالعمل خلال هذا النهار وانجزوا الاعمال المطلوبة منك بدون مخالفات او غياب او تأخير عن الدوام اما بالنسبة لبيتك 11 فما زالت الامور حادة على مستوى العلاقات فممكن انت تعمل مشكلة مع صديق او مع رفيق او معرفة او تتوتر من حدث معين او تتحسس من تصرف احد المعارف فالثور ثورة عارمة في وجهه ما في ايجابية بالمواجهة خلال هذا النهار حاول انك انت تمشي الامور على اساس انه ما تحتد الامور وتكبر اما بالنسبة لبيت المتاعب فاليوم يعني اقل شوي حدية بيت المتاعب ولكن ما زال موجود في نوع من انواع الضغط فحاول انك انت تنجز الاعمال المطلوبة منك بدون تباطئ خصوصا الاعمال المهمة ما تخليها تتراكم عندك اراقب وضعك الصحي حاول انك تأخذ راحات ما تجهد نفسك باشياء ما في داعي انك انت تتعب حالك فيها يعني يخليك على الاشي المهم فقط لا غير حاول انك انت تنتبه لنفسك اكثر لغداءك وراحتك برج الثور ابتنشطوا في السفر والاتصالات كونوا اكثر صبر على الطرقات يوم مناسب لاجتياز امتحان دافع عن مبادئك ولكن بليوني ودبلوماسية انتبه لكلامك واحفظ خط العودة بتتم اللقاءات والاجتماعات عندك عمل مهم بتتخذ خلاله بعض القرارات المهمة طبعا القمر في بيتك الثالث وهيك بيحكي لك كلها ايجابيات وتنطبق على الخارطة الفلكية بشكل قوي جدا اما بالنسبة لبيتك الاول فاليوم شخصيتك اقوى ونفسيتك احسن عندك قدرة على التحرك بك اكثر من اتجاه مع بعض عندك حيوية عالية جدا تقدر اليوم انت تستغل هاي التحركات والثقة بالنفس في اي عمل ايجابي اما بالنسبة لبيتك الثاني فاليوم ممتاز جدا على المستوى المالي ممكن تحصل على مال من عمل اضافي او تعويض او يجيك عن طريق نوع من انواع المساعدات او ممكن تحصل على هدية فكر في امورك المالية بشكل ايجابي وامشي باتجاهها ممكن تحقق نتائج جيدة اما بالنسبة لبيتك الرابع فانا شايف على مستوى البيت ما زال الاهتمام مصلط باتجاه البيت في امور الها علاقة في المنزل او احد افراد المنزل بهمك الوضعه ممكن تنتبه لوضعه الصحي او رعايته او شيء او نوع من انواع الاحتفالات او المناسبات السعيدة اللي ممكن تدخل عليك على البيت ممكن تفرح بانجاز معين انت بتنجزه على مستوى البيت ممكن الامر بتعلق اما في شراء عقار او انتقال من بيت لبيت او الاهتمام في موضوع الو علاقة بالسكن اما بالنسبة لبيتك الخامس فالامور فارغة من الحضوض تماما خلال هذا النهار يعني من حضوض العاطفة فانت على طبيعتك بتتعامل بعواطفك ما تركن على الحظ حاول انك انت تكون دبلوماسي في تعاملك مع الحبيب اما بالنسبة لبيتك السادس فانا شايف انه الامور ايجابية على مستوى العمل بالكامل تقدر اليوم تستغلها اما لطلب توظيف او يعني ترقي بالعمل او ايصار رسالة لرؤسائك بالعمل الفترة ايجابية بتقدر انت تتفاوض معهم بشكل دبلوماسي ولكن احذر من العصبية ممكن تراقب وضع صحي او لاحد احبائك ممكن تنتظر فحصات معينة او بتلجأ للفحص الطبي في مسألة معينة رح تكون نتائجها ايجابية ما في اي شيء مقلق اي شيء ممر هو عرضي وان شاء الله انك بتتجوزه بسهولة اما بالنسبة لبيتك السابع بيت الشراك المالي والعاطفي فهو فارغ تماما لا في حضوض ولا في ضغط يسبب لك ارهاق طبيعتك او طبيعة العلاقة بينك وبين الشركاء هي اللي بتنحسم خلال هذا النهار يعني ما في شيء سلبي ولا شيء ايجابي هي على طبيعتها هيك اما بالنسبة لبيتك الثامن فانا شايف انه اليوم الامور المالية رح تكون ممتازة عندك في تفكير نشيط جدا على المستوى المالي ممكن يجيك مال عن طريق تعويض او عن طريق شراكة يعني شراكة ممكن من الزوجة او من الزوج ممكن انه يجيك نوع من الاموال من دائرة حكومية او مؤسسة ممكن عن طريق بنك مثلا طالب انت تعويض او طالب قرد معين يجيك من خلاله بتهتم في امور الها علاقة بالتأمين الصحي او التأمين بمعنى اخر وممكن يجيك بعض الاستردادات المالية من تأمين او ضريبة اما بالنسبة لبيتك التاسع فاليوم اللي عندهم سفر رح يكون لصالحهم بشكل جيد اللي عندهم تنقلات او عندهم امور الى علاقة بالسفر او الامتحانات او القضايا القضائية يعني عندهم جلس اليوم الامور بتكون لصالحهم بشكل ممتاز جدا اما بالنسبة لبيتك العاشر ميت السمعة فانا شايف انه الامر لسه ضاغط عليكو فعشان هيك منقولكو ما في داعي للمواجهة مع رؤساكو بالعمل او زملائكو بالعمل حاولوا ما تتغيبوا او تتأخروا حاولوا انكو تنجزوا كل الاعمال المطلوبة منكو بدون تراخي او ملل او تهرب يعني الامور بحاجة انك انت تحافظ على سمعتك ما تعمل اي مجازفات ممكن تشوه السمعة اما بالنسبة لبيتك 11 ماذا ادلت الامور جيدة جدا على مستوى العلاقات العامة او علاقاتك مع الناس ممكن اليوم تقوم بزيارة معينة لأحد الاشخاص او المقربين او يتم دعوتك لحضور حفلة او مناسبة ممكن يكون في عندك مؤتمر او دعوة لحفل معين ويتم تكريمك في اليوم جيد على مستوى العلاقات العامة اما بالنسبة لبيت المتاعب فما زالت الامور ضاغطة على مستوى بيت المتاعب فعشان هيك بدك تظلك انت مراقب امورك حاول انك انت تعرف اعدائك بشكل جيد خلال الفترة هاي عشان تحذرهم ما تكشف سرك لحدا حاول انك تكون حريص على امور كثيري خلال الفترة هاي من انها تستغل ضدك بيت المتاعب مؤذي فعشان هيك بدك تكون منتبه اللي عندهم امراض مزمنة او قديمة ممكن انه الفترة هاي يطلب منهم رعاية او مراجعة الطبيب ما يتأخروا عن الامر هاد راقب وضعك الصحي وغذائك وحاول انك تنجز الاعمال المهمة الضرورية بدون ما تجهد نفسك او تتعب نفسك وحاول انك تأخذ فترات راحة من وقت لاخر برج الجوزاء تم فرصة لمكسب مالي من عمل اضافي منكم ممكن يسترد مال بعود له او يحصل على هدية خففه من النفقات نظم امورك المالية وما تسمح للاقصات بالتراكم ادفع المستحقات والاولويات ما تخلي احد انه يغشك او يدفعك لتوظيف الاموال بالفترة هاي بدون دراسة العقود او دراسة المشروع بشكل واسع هذا طبعا لانه القمر في بيتك الثاني وبرضو بنطبق على الخارطة الفركية بالاشي اللي احنا حكيناه اما بالنسبة لبيتك الاول اليوم شخصيتك احسن ونفسيتك احسن عندك كثير من التحركات والتنقلات اليوم تقدر تتحرك وانت واثق من نفسك ما فيه اي شيء يعركس عليك او يخرب عليك تقدر تستغل هذا النهار بشكل جيد اما بالنسبة لبيتك الثالث فالامور ممتازة جدا اليوم تقدر تتحرك وانت واثق من نفسك بقوة عندك قدرة على الاقناع عندك سرعة بديهة عالية عندك نشاط وحيوية بتقدر تتحرك باكثر من اتجاه مع بعض فيه نوع من انواع الطاقة الايجابية طاغية عليك اللي عنده امتحان اليوم رح ينجز بشكل ممتاز جدا فيه كثير من السفريات والتنقلات وفيه منكم ممكن يفكر بالخروج بنزهة اما بالنسبة لبيتك الرابع بيت البيت ما زالت الامور البيتية بتاخذ حيز من انتباهك او اهتماماتك ممكن اليوم تقوم باي عمل العلاقة بالبيت او مع احد افراد البيت نوع من انواع التواصل او المساعدة او المعاونة الفترة ايجابية بتدعمك على كل النواحي يعني حاول تستغلها بالاشياء الايجابية اما بالنسبة لبيتك الخامس فهو ايجابي على المستوى العاطفي وعلى مستوى الحضوظ اليوم تقدر تتحرك باكثر من اتجاه عاطفي مع بعض او اتصالات مع الحبيب وبرضو اللي حاب يعمل اي شيء لو علاقة بالتجميل اليوم برضو لصالحه اما بالنسبة لبيتك السادس فاليوم برضو ممتاز على مستوى العمل على مستوى انجازات الاعمال المتراكمة عندك من الايام الماضية اليوم تقدر تتحرك بكل الاتجاهات لانجازة كل الاعمال المطلوبة منك بتقدر تهتم بصحتك او بصحة احد المقربين للك بشكل مباشر اما بالنسبة لبيتك السابع فانا شايف الامور على مستوى الشراك المالي والعاطفي فهي قوية جدا اليوم ممكن تتفاوض او تناقش منضوع الى علاقة بعقد او مشروع او فكرة معينة او تطور مرحلة من مرحلة الى مرحلة الفترة هاي ايجابية وبتدعمك اما بالنسبة لبيتك الثامن فهو بيدعمك على مستوى المال اكثر كمان من البيت الثاني لدرجة انه اليوم ممكن تحصل على مال من شراكي او من تعويض او مال يرجع لك انت مدينه لاشخاص او مال محجوز عليه حتى من ابنك او من بنوك او من مؤسسات تقدر تحصل منه بعض الاموال او انك تفك عنه الاسر تقدر تتحرك في هاي المجالات كلها ممكن تدخل حتى في نقاشات مع المؤسسات القانونية اللي الها علاقة في المال مثل التأمين ومثل الضريبة اما بالنسبة لبيتك التاسع فاليوم يعني جيد على مستوى التنقلات على مستوى السفر على مستوى الامتحانات على مستوى المناقشات على مستوى الاتصالات ولكن بدك تحذر في ساعات المساء انه الحظوظ بتكون قليلة ما تحاول انك تهتم كثير في الامور هاي وترميها على الحظ لانه ممكن الحظوظ تخذلك في هذا اليوم حاول انك تكون مستعد خصوصا في ساعات المساء لاي امر من اللي احنا ذكرناهم اما بالنسبة لبيتك العاشر بيت السمعة فما زال ضاغط عليك فعشان هيك ما في داعي للمجازفات او المخالفات القانونية او العمل اي شيء ممكن يشويه سمعتك في خلال هذه الايام لا تدخل بمواجهات مع زملائك في العمل ولا رؤسائك في العمل حاول انك تنجز العمال المطلوب منك وحاول انك انت ما تتغيب او تتأخر عن دوامك اما بالنسبة لبيتك 11 فما زالت الامور ضغطة على مستوى العلاقات العامة والصداقات فحاول برضو انك انت ما تدخل بنقاشات حدي او عصبية تتعامل مع الامور خصوصا مع الاشخاص اللي ممكن انك تزعل منهم حاول انك انت هيك تاخد نفس وتريح حالك وتفكر بالامر بعقلانية وبمنطقية لانه ممكن انت تخسر شخص من المعارف او من الاصدقاء خسارة صعب تعويضها بالفترة القادمة اما بالنسبة لبيت متاعبك فاليوم اقل الضغط على بيت المتاعب ولكن ما زال في نوع من انواع الضغوط حاول انك انت تنجز الاعمال المطلوبة منك خصوصا المهمة جدا ما تحاول انك انت تحمل اكثر من عمل مع بعض او انك انت تشعب حالك في الاعمال لانه ممكن انها تتراكم عليك حاول انه انت تهتم بصحتك بغذائك ممكن اليوم يكون في عندك زيارة لمريض في مستشفى او لمعتقل في سجن في منكو ممكن تكون عنده هاي الامور مش الكل طبعا ولكن انه زي ما قلنا انه هذا بيت المتاعب ما في داعي انك تأمن سرك لأي شخص بخلال هذه الفترة برج السرطان انتو مشحونين بنشاط وحيوية وعنكو قدرة على انجاز كثير من مشاغلكم ما تترددوا في فرض وجهة نظركم بتزداد عزيمتكم وبترتفع المعنويات والحظوظ وممكن تنجح في تحرك معين انت مركز عليه حاب تتحرك له من فترة طويلة الفترة ايجابية ممكن تلمس فيها انفراج وتقدم طبعا القمر موجود عندك وهذا بيتك الاول فعشان هيك بدعمك بطاقة كبيرة وبيعزز هاي الامور عندك اما بالنسبة لبيتك الثاني فعلى المستوى المالي الامور ممتازة بتقدر تتحرك باي امور الها علاقة بجدولة الاموال او حل مسائل الها علاقة بالفوترة اليوم ممكن تحصل على مال من عمل اضافي او من دعم او تعويض او حتى ممكن هدية اما بالنسبة لبيتك الثالث فاليوم عندك كثير من النشاط والحيوية والاتصالات بتقدر تتحرك في اكثر من اتجاه مع بعض في منكم ممكن يفكر بالخروج بنزهة او بشيء نوع من انواع الترفيه اليوم رح يكون فيه اشي ايجابي ليلو ممكن يكون فيه نوع من انواع الامتحانات رح يتقدم بشكل جيد واللي عنده مقابلات برضو اليوم رح تكون لصالحه اما بالنسبة لبيتك الرابع فما زالت الامور تتحرك باتجاه البيت او معاونة احد افراد البيت لا اليك او انت بتعاون احد افراد العائلة فيه اهتمام بالسكن او بالبيت او بالاسرة ممكن تعمل عمل الى علاقة بالصيانة او شراء اشياء للبيت خلال هذا اليوم بدون ملل يعني رح يكون فيه من انواع الاهتمام الكامل للمنزل في منكم ممكن يفكر في الترحال او التنقل او السفر او اي امور الها علاقة في مجال البيت يعني السفر في هذا البيت يعني انك انت مسافر في دولة وبدأ ترجع لبيتك الام لسكنك لا اقامتك اما بالنسبة لبيتك الخامس فانا شايف انه الامور مش قوية على مستوى العاطفي او على مستوى الحضوض يعني البيت الى غاية الصباح ممكن يكون فيه نوع من انواع الدعم ولكن من بعد الصباح بخلاء الامر فما تعتمد على الحضوض في هذا النهار اما بالنسبة لبيتك السادس فالامر ايجابي جدا بدعمك على مستوى العمل وعلى مستوى انجاز كثير من الاعمال ممكن تتفاوض بمسألة عمل او تقدم لعمل معين اليوم يكون لصالحك ويكون عندك رد عليه اما بالنسبة لامور الصحة فاليوم اللي كان يشعر بمرض او تعب ممكن اليوم يشعر بنوع من انواع التحسن او ممكن انه يهتم بامر صحي معين لشخص بعز عليه او قريب منه اما بالنسبة لبيتك السابع بيت الشراكة المالية والعاطفية فما زالت الامور ضاغطة عندك ممكن يصير فيه نوع من انواع النقاشات الحدي ما بينك وبين الشريك فيه امر بتطلع يعني نوع من انواع التعاون ما بينك وما تحتد وما تعصب حاول انك انت تكون مسالم او تهدى شوي على اساس انك ما تنفعل وتتوتر وتكبر المشاكل في خلال هذا النهار اما بالنسبة لبيتك الثامن فهو بيحكي على انه فيه نوع من انواع المطالبات او الضغط المالي او المطالبات المالية اللي ممكن انه تكون ديون ممكن لشريك يعني انت مثلا ما يخذ فلوس من زوجتك فتيجي زوجتك تقول لك يعني فيه فلوس انا اعطيتك اياها ممكن ترجع لي اياها او ام تبدك تسدني اياها يعني تصير على هذا الشاكل فعشان هيك بيكون فيه نوع من انواع ضغوط في منكم ممكن ينضغط على مستوى الديون اشخاص الطالب وبديون او ممكن امور الها علاقة بالضريبة او التأمينات ولكن حاول قدر الامكان انك تحلها بعقلانية بدون ما تخليها تتراكم وحاول انك تقلل من مصاريفك قدر الامكان يعني ما تضغط حالك وتروح الا انت مرت حالك في مشتريات او التزامات خلال هذا اليوم اما بالنسبة لبيتك التاسع في الامور ممتازة على مستوى السفر والتنقلات والاتصالات والامتحانات وحتى المشتريات اللي من برة ممكن انها تكون ممتازة ممكن تتواصل لطلب دعم او طلب عمل او طلب التواصل مع اشخاص من خارج البلاد اليوم رح يكون الامر لصالحك وداعم اليك بشكل قوي جدا اما بالنسبة لبيتك العاشر بيت السمعة فما زالت الامور ضغطة يعني بتضغطك بشكل كبير فعشان هيك حاول انه انت برضو ما تعمل اي شيء بشوه السمعة خلال فترة هاي ما تدخل بمواجهات مع رؤساك بالعمل او زملائك بالعمل حاول انك تكون حكيم في طريقة الطرح او التفاوض معهم انجز الاعمال الموكلة اليك بدون تلكق او تباطئ ما تتغيب او تتأخر عن عملك لانه البيت ضغط بشكل كبير عليك فحاول انك انت ما تقوم باي عمل ممكن انه يشوه سمعتك او يثير المشاكل حواليك اما بالنسبة لبيتك 11 فاليوم الامر يعني الطف ايه شيء بسيط يعني في نوع من انواع التحركات بالنسبة للعلاقات مش بالقوة ولكن ممكن اليوم يكون في نوع من انواع الزيارات او التواصل ما بينك وبين احد الاصدقاء او التواصل معه لطلب المساعدة او المعوني في مسألة معينة ولكن الحظ ما رح يكون قوي في هذا البيت ممكن يتوجه لك دعوي لحضور حفلة او مناسبة او ممكن انت تروح على مكان في صديق ولكن ما رح تحس بانه النتائج ايجابية كثير يعني اما بالنسبة لبيت المتاعب فانا شايف انه اليوم اقل الضغط في بيت المتاعب ولكن ما زالت موجودة فعشان هيك انجزوا الاعمال المطلوبة منكو الضرورية جدا وحاول انك تأخذ نفس وتريح نفسك وتخلد للراحة ما في داعي للعصبي والتوتر وما تحمل حالك حمل اكبر من طاقتك انجز الضروري راقب غذائك وصحتك واخلد للراحة برج الاسد بيسيطر التعب عليكو انجزوا فقط ما بوسعكو من عمل عاجل واخلدوا للراحة بتكون هاي الفترة فارغة وممكن تخفي عدو او مؤامرة عليك تجنب المشاكل راعي اعمالك وسيرها خذ بعين الاعتبار التأخير في المواعيد والنشاطات طبعا القمر موجود في بيت المتاعب فعشان هيك يعني بضغطك بهاي الطريقة اما بالنسبة لبيتك الاول فاليوم يعني نفسيتك شوي مش مرتاحة زي الامس يعني في نوع من انواع الضغط راح يكون عليك في نوع من انواع الاشياء اللي ممكن تتعكر مزاجك او تستفزك يعني بتكون حساس زيادة عن اللزوم خلال هذا النهار اما بالنسبة لبيتك الثاني فانا شايف الامور ممتازة ممكن تتحرك باتجاهات المال او الفوترة او تنظيم حساباتك او جدولتها ممكن يجيك فرص من عمل اضافي او نوع من انواع الهدايا اما بالنسبة لبيتك الثالث فاليوم عندك كثير من التحركات والنشاطات الاتصالات ممكن اليوم يكون في عندك ندوة او محاضرة او مناقشة او امتحان كلها الامور هاي رح تكون ايجابية ولا صالحك وبالعكس ممكن تكون في حضوض دعميتك من خلال هذا البيت اما بالنسبة لبيتك الرابع فهو فارغ لا في حضوض ولا في سلبيات فهي على طبيعة الحال اللي انت متعود عليها هو طبيعة الحال اللي رح انت تمر عليك خلال هذا النهار من اهتماماتك وتواصلاتك مع بيتك اما بالنسبة لبيتك الخامس فانا شايف انه يعني فيه نوع من انواع الحضوض رح يظل معك لمنتصف النهار ولكن بعد منتصف النهار بتختفي هاي الحضوض تماما يعني حتى بتخف القابلي للتواصل مع المحيط او خصوصا مع الحبيب او بتفتر العلاقة قليلا السبب طبعا بعود انه فيه نوع من انواع العامل النفسي بالعبدور انه القمر موجود في بيت متاعبك فهو اللي بيأثر عليك نفسيا في هذا البيت اما بالنسبة لبيتك السادس فانا شايف انه الامور ايجابية على مستوى العمل بتنطلق اليوم بعمل اكثر من امر مع بعض بتقدر تنجز كثير من الاعمال الموكلة لا اليك بتقدر تنجز من الاعمال اللي انت حاب تنجزها بالفترة هاي فيه مثلا امور الها علاقة بالتواصل مع رؤسائك بالعمل ممكن اليوم توصل لنتيجة او لحل او لتكريم حتى اللي عنده امر اله علاقة بالتوظيف وحابب انه يتوظف الفترة هاي مناسبة وممكن منك اشخاص ينقبلوا بالفترة هاي لوظيفة معينة فالفترة هاي حافلة بالامور اللي الها علاقة بالاعمال وبالصحة بشكل ايجابي وقوي جدا ومسلط حتى عليها الضوء اما بالنسبة لبيتك السابع فانا شايف انه الامور اليوم مش بالقوة ولكن انه في نوع من انواع التواصل ما بينك وبين الشريك في المال وفي العاطفة بيكون بشكل ايجابي يعني ما رح يكون فيها السلبية ولكن الاجواء اجمالا رح تكون ايجابية اما بالنسبة لبيتك الثامن فممكن شوي تأرقك بعض المسائل المالية او تضغطك باتجاه معين ولكن انه في خلال النهار ممكن انه احد الاشخاص يساعدك في مسألة معينة او يدعمك في مسألة معينة حتى لو دعم نفسي او وعد ممكن يكون ولكن انه بيكون الامر ان شاء الله بالاتجاه الصحيح فممكن يجيك شيء الاعلاقة او خبر الاعلاقة بتعويض من شراكة او او موال اليك او ديون انت حاب تستردها او اشي اليك بدك تسترده بالفترة هاي فبكون الفترة داعمة ان شاء الله اما بالنسبة لبيتك التاسع فاللي عنده سفر او عنده تنقلات او عنده امتحان او عنده اتصالات مع الخارج كلها رح تكون ايجابية ورح تكون لصالحك عندك قدرة للتواصل والاتصالات عندك قدرة للامتحانات تنجز فيها بشكل قوي واللي عنده سفر رح يكون ميسر بالنسبة له في هذا اليوم واللي حاب بيجدد اقامة او يوخ التهشيرة معينة او فيزا لسفر فالفترة هاي برضو لصالحه اللي عنده جلسة قضائية خلال هذا النهار رح يكون مسار القضية برضو لمصلحته اما بالنسبة لبيتك العاشر فانا بقول انه ما زال الضغط موجود على بيت المتاعب عشان هيك على بيت السمعة فعشان هيك منقول شوي بدك تدير بالك خلال الفترة هاي برضو من اي شيء بشوه سمعتك حاول تنجز الاعمال لكثير الموكلة للك ما تتلك ما تتباط ما تتأخر عن عملك ما تتغيب عن عملك الفترة هاي يعني فيها نوع من انواع تحذيرات على اي شيء بشوه السمعة من اي اتجاه او من اي باب ممكن اليوم انت يصير في نقاش حاد ما بينك وبين احد الزملاء او حتى مع رئيسك بالعمل فحاول انك ما تحتد عشان الامور تمشي بشكل ايجابي زي ما حكينا في البيت السادس اما بالنسبة للبيت ال 11 للك اليوم اكثر ايجابية بالنسبة للدعوات وبالنسبة للمناسبات او للتواصل او لقاء الاصدقاء او تواصل معهم او مساعدتهم لا اليك او دعمك يعني في كثير من الامور ممكن تنفتح من خلال هذا الباب تكون كلها لمصلحتك اذا اليك مصلحة معينة وصديق اليك بيقدر يساعدك فيها بتقدر تستشيره او تستفسر منه عن الطريقة وهو رح يفيدك اما بالنسبة لبيت متعبك فاللي احنا ذكرناه في بداية التوقعات برج العدراء بتنشطوا اجتماعيا وبتلتقوا الاصدقاء ومنكم ممكن يشارك في مناسبة سعيدة اتجنبوا الانتقاد او انتقاد احد الاشخاص او احد الامور او المواضيع بتحتاج لحشد التأييد بالفترة هاي باستطاعتك كسب التعاطف الاخرين والتميز في علاقاتك يعني في نوع من انواع الدعم رح يجيك من خلال علاقاتك هيك القمر بحكي لك لانه موجود في بيتك احد عشر وهو بعزز هاي النقاط فعشان هيك يحاول انك انت تستفيد من هاي المعلومات اما بالنسبة لبيتك الاول فانا شايف انه اليوم نفسيتك احسن من الامس ما في شيء اليوم يضغط نفسيتك بالعكس انت بتتحرك باتجاهات كثيرة خلال هذا النهار ممكن تحقق مكاسب كثيرة لانه في عندك ثقة عالية بنفسك اما بالنسبة للبيت الثاني فانا شايف انه الامور المالية اليوم يعني اخف من الامس في نوع من انواع التصالح مع الذات بتقدر اليوم انت تنجز كثير من الاعمال المالية اللي بيشتغلوا في مجال الاعمال الاضافية اليوم ممكن يحققوا نتائج ايجابية ويحصلوا على شيء العلاقة بالمال او نوع من انواع الدعم او ممكن يحصلوا على هدية اما بالنسبة لبيتك الثالث فاليوم كثير من الحركات والنشاط الاتصالات عندك والسفريات القصيرة والتنقلات راح تكون ملفتة للنظر خلال هذا النهار ممكن اليوم تحقق انجاز من اقناع اشخاص بوجهة نظرك او بفكرة او بسلعة معينة تسوق لها فتكون لمصلحتك اما بالنسبة لبيتك الرابع فاليوم تقريبا بنقدر نحكي نص النهار بتكون الامور ايجابية على مستوى البيت بتقدر تحقق اي تواصل على مستوى البيت خلال هذا النهار او مشتريات او امور بتكون ايجابية على المستوى الداخلي ولكن انه باقي النهار بتفقد الحضوظ في هذا الموضوع فبتتعامل على طبيعتك ممكن تهتم بصحة احد المقربين لا اليك او احد افراد البيت او مشكلة بتعرض لها احد افراد البيت فبتحاول انك تحلها خلال هذا النهار اما بالنسبة للبيت الخامس فما زالت الامور ضغطة على الحضوظ فيعني الفترة برضو فارغة من الحضوظ ما فيه اي دعم للحض لا اليك فينا المقابل برضو فيه نوع من انواع الالتزامات لكثيري اتجاه الحبيب انت مقصر فيها وممكن فيه نوع من انواع المشاحنات او نوع من انواع المشاكل ما بينك وبين الحبيب حاول انك انت تمسك اعصابك من الانفعال وحاول انك انت ادار الامور لحد يتما تيجي الفترة المناسبة للمصالحة ولكن بدون ما تثير الامور بعناتك وعصبيتك فتروح لا انت مكبر المشكلة لا حد يوصل لمرحلة القطيعة اما بالنسبة لبيتك السادس فانا شايف انه ايجابي بدعمك على مستوى العمل تقدر اليوم تنجز كثير من الاعمال الموكلة لا اليك وبتقدر تراقب وضع صحي اليك او لاحد المقربين او زيارة او عيادة مريض اما بالنسبة لبيتك السابع بيت الشراك المالي والعاطفي برضو ما زال ضاغط عليك بقوة فعشان هيك بدك تكون منتبه من اي تصرف ممكن انه تدخل بصدام مع شريكك بالعاطفي او شريكك بالعمل حاول ما توقع على عقود وما تدخل في مشاريع بالفترة هاي الا اذا درستها بشكل وافي وعرفت انه الحظ ما بدعمك في هذا الموضوع اما بالنسبة لبيتك الثامن فما زالت الامور المالية المشتركة بترهقك يعني اي اموال مشتركة ما بينك وبين شخص تاني هي اللي بترهقك وهي اللي بتوترك لانه في مطالبات عليك في هاي الفترة او التزامات بتحاول انك انت تسددها فحاول انك انت تعرف ترتبها وتفوترها بالطريقة الصحيحة بدون ما انت اتخالف القوانين او تبادر في امر ممكن انه يعقد الامور ويلزمك بدفعات انت بغنى عنها اما بالنسبة لبيتك التاسع فاليوم اللي عنده سفر رح يكون لصالحه اللي عنده امتحان برضو رح يبدع فيه اللي عنده تنقلات او سفريات او مناقشات او اتصالات خارجية برضو رح يحقق من خلالها انجازات كبيرة اللي عنده جلسة قضائية جلسة قضائية او حكم نهائي اليوم فرح يكون برضو باتجاهه لمصلحته فيحاول انه يكمل الامور ويكون اوراقه كاملة ومستعد اما بالنسبة لبيتك العاشر فانا شايف انه الامور ما زالت بيت السمعة ضاغط عليك فعشان هيك ما تقوم باي اعمال بتشوه سمعتك ما تجازف وما تخالف القوانين وما تدخل في اعمال مشبوهة حاول انك تنجز اعمالك بدون تأخر او تباطؤ بدون ما تتأغيب عن عملك بدون ما تتأخر عن عملك وما تدخل بمواجهات مع زملائك بالعمل او رؤسائك بالعمل اما بالنسبة لبيتك 11 فاحنا ذكرنا في البداية التوقعات عن بيتك 11 بيت العلاقات الاجتماعية اما بالنسبة لبيت متاعبك فانا شايف انه ما زال في نوع من انواع الضغط فعشان هيك انجز الاعمال الضرورية بدون ما ترهق نفسك وحاول انك انت تراقب وضعك الصحي خصوصا وضع صحي قديم راقبه بشكل جيد اذا احتاج لاستشار الطبيب الفترة هاي لازم تراجع طبيبك او ينظم دواء معين لا اليك او يعدلك الجرعة وحاول انك تأخذ قصة من الراحة ما ترهق حالك زيادة برج الميزان تتركز جهودكم نحو عملكم وعلاقتكم بالمسؤولين بوسعكم اثبات جدارتكم واتدفع بمصالحكم يوم مناسب للي ببحث عن عمل اهم اشي انك ما تشوه سمعتك الظروف ضغطة وممكن تحمل لك فرصة مهمة وممكن انت بالتهاءك يعني او عدم اهتمامك تضيعها من ايدك كون منتبه ومتهيئ ومتيقظ لكل شيء وما تترك الطيش اول له انهم يتسببوا لك باخطاء ممكن انها ما تغتفر خلال هاي الفترة وخصوصا انه القمر الان في بيت السمعة اما بالنسبة لبيتك الاول فانا شايف انه الامور جيدة على مستوى البيت الاول نفسيا انت عندك اليوم طاقة ايجابية بتحركك ما في نوع من انواع الضغوطات اللي بتأثر عليك الا ممكن انه هيك في ساعات الليل يعني تذكر موضوع معين ينهز بدنك بتحس حالك انك انت نكدت ولكن مع ساعات الصباح هذا كله بكون انتهى اما بالنسبة لبيتك الثاني فانا شايف انه الامور ايجابية على المستوى البيت الثاني ممكن تتحرك بمستوى الاعمال الاضافية او الامور اللي ممكن تحسن لك دخلك بخلال هذا النهار حاول انك تقلل من مصاريفك اما بالنسبة لبيتك الثالث فاليوم عندك كثير من التحركات والاتصالات الايجابية بتساعدك وبتدعمك في كثير من المناطق يعني عندك امتحان اليوم بتنجح عندك اليوم مناقشة بتقدر تقنع اللي حواليك بوجهة نظرك او برأيك بتقدر تسوق لسلعة معينة اليوم بشكل ايجابي وتنجح فيها اما بالنسبة لبيتك الرابع فانا شايف انه ما زال الضغط على مستوى البيت موجود في نوع من انواع التوتر او نوع من الاهتمام السلبي لمشكلة معينة او امر بتعلق باحد افراد البيت بطريقة معينة او ممكن بصحة احد المقربين لا اليك في نوع من انواع التعامل ما بينك وبين اخ ممكن انه هذا او اب ممكن هذا شوي يعمل نوع من الحساسية او الانفعل حاول انك تمسك اعصابك وما في داعي للخوف والتوتر اما بالنسبة لبيتك الخامس فهو بتدعمك من ناحية الحضوض ما زالت الحضوض دعميتك خلال هذا النهار من ناحية العاطفية ومن الناحية المالية كمان بيحمل لك هذا النهار فرص ممكن انها تساعدك في مسألة معينة ولكن انه اهم اشي انك تستغل الفرص هاي بدون ما تلتهي في امور اخرى او انه تنام في البيت وتقول لا الفرصة بتجيني لعندي ما رح تجيك لعندك لازم انت تتحرك لها اما بالنسبة لبيتك السادس فاليوم ما زالت الامور ضاغطة على بيت العمل في اعمال مو كليلا اليك او عندك اعمال انت يعني كثيري حابب انك انت تنجزها بس انت مش عارف من وين تبدأ في نوع من انواع الحيرة او الضغط عليك بالعمل متوتر مش قادر انت تسيطر على الامور استرخي واخذ نفس وحاول انك تعرف ايش المهم من الاعمال هاي وتنجزه وما تخلي الاعمال تتراكم عليك عشان ما تصير عليك مساءلات وراقب وضعك الصحي برضو وظلك مهتم فيه اما بالنسبة لبيتك السابع بيت الشراك المالي والعاطفية فالامور هادية ما فيه اي شيء الا بعض الخلافات ممكن تيجي في الليل يعني ولكن انه مع النهار بترجع لطبيعتها اذا مسكت عصابك بدون ما تحتد بالنقاش فانت بتتجاوز مرحلة الخطر اما بالنسبة لبيتك الثامن في بعض الامور المالية المشتركة يعني بينك وبين شريكك بالعاطفة تحديدا ممكن انه يصير في بعض المطالبات او المساءلات عن المصاريف او كيف صرفت او وين راحت لفلوس هاي او نوع من انواع المحاسبة ما بينك وبينه فحاول انك تمسك عصابك بدون ما تتوتر وتاخذك العزة بالاثم وتيجي على راسك فحاول انك انت يعني اتعالج الامور بعقلانية وبواقعية اكثر وتحط الامور امامك حاول تقلل من المصاريف بدون ما تلتزم بامور انت مش قدها اما بالنسبة لبيتك التاسع فالامور ممتازة جدا على مستوى البيت التاسع من ناحية الامتحانات الجامعية بتقدر اللي عنده امتحان رح يلدم بشكل ممتاز جدا خلال هذا النهار واللي عنده رسالة او مناقشة لمسألة معينة برضو اليوم رح تكون ايجابية اللي عندهم سفر برضو رح يدعمهم هذا البيت برضو بالسفر اللي بعيد وممكن حققه نتائج ممتازة واللي عنده تأشيرة او تأجيل تأجديد اقامة برضو رح تكون لصالحه وتدعمه بشكل ممتاز اما بالنسبة لبيت السمعة فاحنا حكينا عنه في بداية التوقع اللي هو القمر اللي موجود فيه فهو شوي يعني ضاغط وعشان هيك منحذرك منه اما بالنسبة لبيتك 11 فالامور جيدة على مستوى العلاقات العامة ممكن اليوم تتعاون مع صديق او مع احد المعارف لحل موضوع معين او تستشير لحل موضوع معين ممكن اليوم يتوجه لك دعوة لحضور حفلة او مناسبة ويكون لك مكان فيها او نوع من انواع التكريم اما بالنسبة لبيت متاعبك فما زال فيه نوع من انواع الضغط ولكنه اقل من الايام الماضية فعشان هيك يحاول انك انت تنجز الاعمال الممكن اللي لايلك المهمة وما تتعب حالك ما ترهق نفسك ما زال فيه نوع من انواع الضغط على بيت المتاعب حاول انك ما تندفع وتفضفض بسرك لأحد ويستغل هذا السر ضدك في موضوع معين او يهددك او يساومك حاول تحمي نفسك من هاي النقاط حاول انك برضو تراقب وضعك الصحي وتهتم بغذائك برج العقرب بتنشطوا في السفر او في اتصال بعيد كونوا اكثر صبر اثناء قيادة السيارة في الشوارع المفتوحة بتميل الاسترخاء والاستجمام لكن يجب ان تحذر من الفوضى فترة مناسبة للتشاور ولعقد المفاوضات والمشاركات في مختلف النشاطات القمر موجود في بيتك التاسع بدعمك على كل الامور اللي احنا ذكرناها حتى على امور الامتحانات وامور الفيزا والهجرة وتجديد الاقامة فاستغل هذا النهار بشكل ايجابي بوجود القمر في بيتك التاسع اما بالنسبة لبيتك الاول فالامور انه في ساعات المساء ممكن هيك تتذكر موضوع معين او يصير نقاش ما بينك وبين احد الاشخاص فيذكرك بشيء معين فتتوتر او تكتئب او تزعل او تعصب من المسألة هاي حاول انك ما تنفع الكثير لانه هاي المشكلة بس مدتها ساعتين ثلاثة وبعدين الامور بترجع لطبيعتها بتهدأ فانتي ما تخليها تأثر عليك بشكل مبالغ فيه اما بالنسبة لبيتك الثاني فاليوم فيه نوع من انواع المصاريف لزيادة عليك او ضغوطات المالية وخصوصها في فترة بداية النهار فحاول انك تمسك حالك ما تندفع وراء هاي المصاريف او الدفعات اجلها شوي بتلاقي الامور استقرت في منكو ممكن يحصل على مال من عمل اضافي او هدية اما بالنسبة لبيتك الثالث فارضوه لسه من نبهك من عملية التواصل والاتصالات القصيرة مع الاشخاص المحيطين فيك او النقاشات المقربة ما تكون عصبي وحاد في طباعك وردات فعلك حاول تناقش بعقلانية بدون تهور حاول ما تكون حاد ما تغامر اثناء القيادة لانه ممكن تتعرض لحادث لا سمح الله او ممكن انه تعطل معك سيارتك فتهتم فيها يعني امور الى علاقة بالاتصالات والمواصلات لسه ما زالت عليها نوع من انواع الخطر اما بالنسبة لبيتك الرابع فاليوم الطف من الامس ولكن ما زال انتقادك لسلوك احد الاشخاص في البيت موجود ممكن تحتد شوي في معالجتك لهذه المسألة او في نقاشك معاه فالامر يعني لسه يبتطلب منك نوع من انواع الجهد ممكن تهتم في صحة احد المقربين اللي لك من اهل البيت ابن اخ جار اب ام زوجة اي احد او زوج يعني اي شخص موجود من اطار بيتك ممكن تهتم في مشكلته او في صحته او في امر بيعني اه انت تكون اه نوع من نوع المرشدين ولكن حاول انه تكون بدون عصبية اما بالنسبة لبيتك الخامس فبرضو الامور ضغطة على المستوى العاطفي يعني الفترة هاي فاقدة من الحضوض اه ممكن تيجيك بعض النفحات للحضوض في ساعات معينة خلال النهار ولكن ما رح تكون طويلة فاذا لمستها استغلها ولكن ما دول والله لا بدي اجلها شوي بكاء ملها مثلا ما عملها ساعات العصر لا استغلها فورا لانها بتكون لمصلحتك اما الامور العاطفية فما زالت الامور حادة عندك بنقاشاتك فممكن تحتد او يسيء فهمك للحبيب او انت تعصب على الحبيب فهو اللي يزعل منك اما بالنسبة لبيتك السادس فاليوم الامور العملية هي اللي رح تلفت انتباهك ممكن تنجز اليوم كثير من الاعمال الموكلة لا اليك وممكن انت تنتهي من شيء كان موكلة لا اليك قديم ممكن تهتم بامر صحي بعلاج بفحص بامور طبية وتكون نتيجة لصالحك اما بالنسبة للبيت السابع بيت الشراك المالية والعاطفية فهو جيد جدا اليوم تقدر تتناقش مع الشركاء بطريقة عقلانية وتوصل الرسالة اللي بدك اياها بطريقة جيدة ممكن توقع على عقد او ممكن تنطلب لمشورة معينة في امر بتطلب نوع من انواع الحكمة في امور عملية اما بالنسبة لبيتك الثامن فانا شايف انه الامور في البيت الثامن جيدة بتجيب لك فرص مالية عن تعويض او شراكة او سداد دين او دعم مالي بيجيك عن طريق شخص مقرب للك يعني الفترة فيها نوع من الايجابية ولكن حاول انك تراقب امورك بدون عصبية وبدون مصريف الزيادة بيتك التاسع ذكرنا لانه القمر موجود فيه وايش اللي نبه عطناك الايجابية لالو وايش نبه هناك منه حاول انك تستغلها اما بالنسبة لبيت السمعة فما زال ضاغط عليك فحاول انك ما تعمل اي شيء يشوه سمعتك خلال الفترة الحالية والقادمة لانه شكل جيد ما تتأخر عن عملك انجز اعمال مو كليلة اليك ما تعصب على زميلك في العمل او رئيسك في العمل الفترة هاي مش جاهز انت للمواجهات حاول انك انت تهتم بكل الملفات اللي بين ايديك بدون تأخير او تأجيل او تعطيل عن العمل اما بالنسبة لابيتك 11 فانا شايف انه الامور ممتازة جدا اليوم احسن كما على مستوى التواصل مع الاصدقاء او العلاقات العامة ممكن اليوم تحقق انجاز حلو وممكن يتوجه لك دعوي لحضور حفلة او مناسبة او لقاء ودي ما بينك وبين احد الاشخاص اللي انت بتعرفهم وممكن يتوجه لك دعوي او لبعضك دعوي للتكريم او لمنحه شهادة او هدية معينة اما بالنسبة لبيتك 12 بيت المتاعب فما زال الضغط موجود فيه بضغطك فحاول انك ما تفضفض زيادة وما تكشف اللي جواك زيادة وهي مش من طبيعتك ولكن برضو بحب احذرك حاول انك انت تمسك اعصابك انجز الاعمال المهمة بدون كل اشي عنك دك تنجز مرة واحد لانو راح تتعب حالك راقب وضعك الصحي وخصوصا وضع صحي قديم ممكن اليوم تقوموا بزيارة مريض في مستشفى او خارج المستشفى برج القوس بتنهمكو في ضبط شؤونكم المالية المشتركة ورغم النفقات تم فرصة لمكسب مصدره شراكي او تعويض بترغب في لفت الانظار وتبديد الاجواء السلبية اخرج مع الاصدقاء وامرح اه فكر بالغد باستقرار وضعك المالي لا تستعجل توقيع او عملية تجارية حاليا لكن اه ضغط ماليا وعندك كثير من الالتزامات بتحاول انك انت تجدولها وترتبها اه حاول انك تقلل من مصاريفك اما بالنسبة لبيتك الثالث فانا شايف انه دعمك بشكل قوي اليوم في تحركاتك ونشاطك وممكن تواصلك مع المجتمع اللي حواليك ممكن اليوم تسوق لسلعة معينة وتلاقي ناس يشتريها او يستفيد منها وممكن تناقش في مسألة معينة وتقنع الاطراف بوجهة نظرك اما بالنسبة لبيتك الرابع فما زالت الامور في البيت متوترة شاحنيتك بنوع من انواع الضغط او لانهم بيخالفوك في الرأي او لانهم ما تجاوبوا معك فعشان هيك انت محتد في تعاملك معهم حاول انك تمسك اعصابك هيك وما تشد كتير على المشاكل البيتية ممكن تصير عند بعضك اعطال في المنزل او اصابات او بعض الشيء اللي بده صيانة تهتم فيه بشكل وافي اما بالنسبة لبيتك الخامس فما زالت الحضوض دعميتك في البيت الخامس المستوى العاطفي اليوم ممكن تنشطوا بنشاطات عاطفية او لقاء الاحبة او الاتصال معهم وبرضو الحضوض امر العلاقة بالتجميل اليوم مناسب جدا لالهم اما بالنسبة للبيت السادس فالامور برضو ممتازة جدا على مستوى العمل بتقدر تنجز كثير من الاعمال الموكلة لالكو بتقدر اليوم اتحقق انجازات على مستوى العمل واللي بده وظيفة مثلا خلال هذا النهار بيقدر يقدم للعمل في مؤسسات وممكن يتم مقابلته او توظيفه اما بالنسبة للبيت السابع فانا شايف ان الامور جيدة على مستوى الشراك المالية وبتدعمك بشكل ايجابي فعشان هيك استغل الفترة هاي لطرح الافكار والمناقشات لانه ممكن توصل لحلول كثير او تتوضح لك الرؤية بشكل وافي اما بالنسبة لبيتك الثامن فاحنا ذكرنا بالنسبة القمر اللي موجود فيه واش بنبهك اما بالنسبة لبيتك التاسع فهو ممتاز جدا على مستوى السفر على مستوى الامتحانات على مستوى المؤتمرات على مستوى النقاشات على على كل المستويات حتى اللي بده يجدد اقامة او فيزا خلال هذا النهار فهي جيدة بالنسبة لالو واللي عنده جلسة محكمة خلال هذا النهار لا قضية معينة ممكن انها تتجه باتجاه اه اه تقريبا اقتربت على الحسم لمصلحته هو او لاتجاهه هو اما بالنسبة لبيتك العاشر فما زال بيت السمعة ضاغط عليك فحاول انك ما تعمل اي مجازفات تشوه سمعتك ما تتأخر عن عملك ما تدخل بمواجهات مع رؤسائك بالعمل او زملائك بالعمل او تتغيب عن العمل حاول تنجز كل المطلوب منك بدون تلكو او تباطئ وما تعمل اي شيء مشبوه عشان ما يتسجل ضدك اما بالنسبة لبيتك 11 فمستوى العلاقات العامة طبيعي يعني بتتعامل بطبيعتك في نوع من انواع الروتين في التعامل معهم ما فيها القوة من الحضوض اللي نقول والله اليوم راح تحقق انجاز كبير بينك وبين احد المعارف ولكن ممكن يصير نوع من انواع التواصل ويكون في وعد لحل مشكلة معينة اما بالنسبة لبيت المتاعب فما زالت الامور ضاغطة على بيت المتاعب بطريقة شوي قوية مش كتير يعني بس انها عالية نسبيا فعشان هيك تدير بالك من انك انت تحمل كثير من الاعمال وما تقدر تنجزها يعني انجز الاعمال المهمة والضرورية حاول انك تراقب وضعك الصحي حاول تريح نفسك واخلد للراحة ما في داعي انك ترهق حالك الزيادة برج الجدي بينصب اهتمامكم حول موضوع الشراكة ابحثوا عن قاسم مشترك بجمعكم بشركاء العمل والعاطفة اتجنب الانتقاد وتوجيه الملاحظات على انواعها حاذر المواجهات الكلامية الاجواء فيها نوع من انواع السلبية لا تسمح باختلاق المشاكل حاذر مخالفة التعليمات والقوانين ايضا تعتبر هاي الفترة من اسوأ ايام الشهر لانه القمر موجود مقابلك تماما يعني هيك القمر موجود في بيت شراكتك مقابلك تماما فبضغطك على هذا المستوى الله يستر طيب خلينا نشوف باقي البيوت البيت الاول يعني الامور فعليا هي ضغطة نفسيا هيك انت حاسس بنوع من انواع الضغط او افكار سودة رايحة جاية في مخاق بتفكر في عدة الامور عدة امور عدة مشاكل عدة اشياء في نوع من انواع الضغط النفسي عليك الامور مش ماشية مثل ما بدك متوتر بمعنى اخر حاول 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 ما تخلي هذا التوتر يؤثر عليك لانه مش لمصلحتك وبرضو في النهاية مش رح تسل لنتيجي من هذا التوتر يعني رح يجهدك بزيادة اما بالنسبة لبيتك الثاني فانا شايف انه الامور المالية مسيطر عليها تماما اليوم تقدر تحصل على مال من عمل اضافي او من تعويض او من دعم معين خلال هذا النهار بيدعمك بشكل ايجابي جدا ولكن حاول انك تقلل مصاريفك وما تدخل في مغامرات ومراهنات وشغلات تجدرب فيها حظك ماشي هو الحظ بدعمك ولكن انه حاول انك ما تبالغ فيه اما بالنسبة لبيتك الثالث فبدك تكون حذر بتنقلاتك واتصالاتك لانه اليوم رح تكون مرهق تماما انت بين التنقلات والاتصالات فعشان هيك حاول ما تلتهي وتنشغل فتروح الا انت لا سمح الله مسويلك مصيبة حاول تنتبه اثناء القيادة ممكن يصير فيه عطل في سيارتك او في جهازك الخليوي مثلا اما بالنسبة لبيتك الرابع لا خلينا نرجع الثالث اذا عندك امتحان او مقابلة او مناقشة او مواجهة خلال هذا النهار حاول انك انت ما تعصب وما تعتمد على الحضوض كثير هسا نروع بيتك الرابع بيتك الرابع يعني شوي فارغ من لا حظ ولا دعم ولكن ممكن بعض المسائل البيتية او احد افراد البيت هيك يخطر في بالك او في مشكلة معينة تحاول انك انت تحلها او تدخل فيها فيثور عصبيتك حاول تمسك حالك اما بالنسبة لا بيتك الخامس فهو بدعمك في الحظ وبدعمك في العاطفة وبدعمك في لقاء الحبيب والتواصل مع الحبيب يعني الامور ايجابية وجيدة جدا وتصل لمرحلة الممتازة في المصالحات مع الحبيب او التواصل معه اما بالنسبة لا بيتك السادس فالامور بتقدر تنجز كثير من الاعمال الموكلة للك بتقدر تهتم فيها بشكل جيد اليوم وتسلمها وهي مكتملة عندك بعض الاهتمامات في المسائل الصحية ممكن الامر العلاقة بفيتامين او مراقبة صحية او بعض الفحوصات الصحية اما بالنسبة لبيت الشراك المالي والعاطفي فهو فارغ تماما لا حظ فيه ولا سلبية موجودة فيه يعني طبيعتك هي الي بتتحكم في هذا البيت وبرضو احنا حكينا انه القمر موجود مقابلك وذكرنا هذا في بداية التوقعات اما بالنسبة لبيتك الثامن فالامور ممتازة على المستوى المالي برضو الامور المالية القانونية لمصلحتك تقدر اليوم تتحرك باي اجراء قانوني مالي ويكون لعندك ممكن تحصل على مال من شراك او من تعويض اما بالنسبة لبيتك التاسع فاليوم برضو عندك كثير من الافكار بالسفر او الاتصالات الخارجية او مع اشخاص خارج البلاد وبتكون الاتصالات هاي مثمرة جدا ونجحة جدا وممكن يصير بعض المشتريات الخارجية او اشي العلاقة بالتسوق الالكتروني برضو رح يكون لمصلحتك اللي عندهم امتحان اليوم بنجز وانجاز جيد اللي عندهم او امور قانونية لها علاقة بالاقامة او بالسفر او هاد برضو بتكون لمصلحته اما بالنسبة لبيتك العاشر فما زالت بيت السمعة ضاغط عليك فعشان هيك بدك تحاول انك انت ما تخالف اي شيء العلاقة بالسمعة او انه يشوه سمعتك لا مخالفة قانونية ولا مواجهة مع رؤساءك تغيب عن عملك خلال هذا النهار اما بالنسبة لبيتك اه احدعش فانا شايف انه اليوم يعني اه في نوع من انواع الحدية في ساعات المساء تقريبا نحكي احنا في ساعات المساء منتصف الليل بالنسبة للشرق الاوسط اما بدول ثانية ممكن تكون عندهم لسه بساعات الظهر فعشان هيك ممكن يحتدوا شوي من تصرفات احد الاصدقاء او يصير عنده نوع من الحساسية من تصرف احد الاشخاص فعشان هيك يبدهم يمسكوا عصابهم يعني في نوع من انواع التواصل ما بينهم بين الاصدقاء او المعارف لحل موضوع معين او لمساعد معين ما بين الطرفين اما بالنسبة لبيت المتاعب فالامور ايجابية ودعميتك بشكل الفترة الامنة في بيت المتاعب يابل ما تدخل للفترة الحادة اللي بتيجي بعد ايام فعشان هيك تحرك وانجز الاعمال الكاملة اللي انت بتقدر تنجزها بالفترة هاي يابل ما يصير في نوع من الارهاقات عليك فترة دعميتك بكل ثقة برج الدلو بيت تراكم العمل لديكم حاول انجاز ما بوسعكم دون اهمال صحتكم لا تدخلوا في مواجهة مع زميل تكثر التنقلات وورشات العمل تضطر لتقديم المساعدة لأحدهم ممكن تكثر المسئوليات والالتزامات على أنواعها كون حريص على صحتك لأنها هاي شوي الفترة دقيقة خصوصا من القمر موجود في بيتك السادس أما بالنسبة لبيتك الأول فنفسيتك اليوم ممتازة جدا تقدر تتحرك اليوم بكل ثقة بأي اتجاه انت بدك اياه انت مشحون بالطاقة الإيجابية أما بالنسبة الوضع المالي فما زال مرهقك بتفكر في حل التزامات أو فوترة بعض الأمور يعني حاول انك تقلل من مصاريفك وترتبها بعقلانية أما بالنسبة لبيتك الثالث فأنا شايف انه اليوم عندك كثير من التحركات والاتصالات وكلها ان شاء الله رح تكون مثمرة لأن الحظ رح يكون دعمك وحليفك اللي عنده امتحان في المرحلة اللي ما قبل الثانوية العامة أو الثانوية العامة بتكون إيجابية لمصلحته في منكوه بفكر في مغامرة أو في خروج أو نزهة اليوم برضو رح يكون جيد أما بالنسبة لبيتك الرابع فأنا شايف أمور البيت جيدة وانت مسيطر على الأمور وقدر تتواصل وتهتم في المسائل العائلية أو البيتية بشكل كبير وعندك ثقة انك انت رح تنهي كل المشاكل الموجودة أما بالنسبة لبيتك الخامس فالحظ بتدعمك بقوة وبعمل لك بعض اللقاءات العاطفية أو التواصل مع الحبيب المناقشة في بعض الأمور أو ممكن في منكو يبدأ علاقة حب جديدة أو مش يبدأ هو بدأ بس انه بده يكملها يعني أما بالنسبة لبيتك السادس فإحنا ذكرنا يعني شو الأشياء اللي حضرناك منها واللي وجهناك لإلها أما بالنسبة لبيتك السابع بيت الشراك المالي والعاطفية ما زلت مسيطر على الأمر بالنسبة لمواضيع الشراكة تقدر أنك تتباحث أي مسألة لها علاقة بالشراكة وتنجزها اليوم بثقة وبرضه بنتائج ممتازة أما بالنسبة لبيتك التاسع فاليوم اللي عنده رغبة بالسفر أو التنقلات أو الاتصالات أو السفر أو الامتحانات الجامعية أو عنده جلسة قضائية يبدأ تكون لمصلحته ودأ الحظ بكون دعمه وحليفه إن شاء الله في كل المساعي واللي حابب أنه اليوم برضه يدم لتجديد إقامة أو لفيزا أو لتأشيرة برضه اليوم رح يكون نشيط وإيجابي بثقة عالية أما بالنسبة لبيتك الثامن لأنه جوزنا عنه ذكرنا التاسع ففي بعض الدعم المادي ممكن يجيك من بعض الأشخاص أو من شريك لإلك أو تعويض أو دعاء هدية أو مكافأة أو نوع من الدين يعني إقراضك لأجل أنك أنت تنهي مسألة معينة يعني في أمور دعميتك ولكن أنه قلل من مصاريفك وعرف كيف ترتب الأمور المالية بشكل جيد أما بالنسبة لبيتك العاشر بيت السمعة فما زال ضاغط عليك بشكل قوي فعشان هيك ما في داعي لتشويه السمعة أو التأخير عن العمل أو مواجهة أحد زملائك بالعمل أو رؤسائك بالعمل أو التغيب أو التأخر عن عملك لأنه هذا الإشي رح يوجه لك مساءلات بالفترة هاي أنت بيغنى عنها أما على مستوى بيت العلاقات العامة فهو في أوجه عالي جدا بالطاقة والثقة ممكن يدعموك بكل ثقة أو تطلب منهم المساعدة وما حدا رح يكسفك أكيد الأمور رح تكون إيجابية منكو ممكن يتوجه له دعوة لحضور حفلة أو مناسبة وتكون لصالحه في أشخاص ممكن يقول لك يا عمي هذا البيت إليك أكم من يوم أنت بتحكي عنه نفس الحكي نفس الحكي هذا الأمر أنا ذكرته في توقعات الشهر تقدروا ترجعوا أنا ذكر قديش مدة الإيجابية وإمتى في صلبية في كل بيت أما بالنسبة لبيت متاعبك فأنا شايف أن الأمور يعني ما زالت ضاغطة برضو فعشان هيك يبدأك تنتبه من تراكم الأعمال عندك إنجز الأعمال المهمة ما تخلي الأعمال تتراكم عندك اهتم بصحتك أو بوضع صحي قديم حاول أنك أنت ما ترهق حالك زيادة وتخلد للراحة ودير بالك من أعداء متخفين برج الحوت تشتد رغبتكم في التقرب من أحبائكم وتعزيز العلاقة معهم ما تسمح لأحد بأنه يغشك ممكن تحمل هاي الفترة انفراج بسيط وتعاطف عشان هيك ما تقف مكتوف الأيدي بدون حركة وتنام في الدار وتقول معه سعيد قال أنه بدو يجين الفرج اليوم معناته بيجين وانا نايم في الدار لا بقول لك اطلع وتحرك واستفيد من الفترة الإيجابية اللي بتدعمك إذا ما طلعت وما تحركت وما تحركت وظلتك نايم في الدار ما رح يجيك مش معناها أنا توقعاتي مش صحيحة معناته أنت ما استغلتش الفترة أنا بعطيك الإيجابي وبعطيك السلبي أنت عليك تختار أنت في أي تجاهدك تروح أما بالنسبة لأبيتك الأول فهو ممتاز جدا رغم أنه في ضغط نفسي موجود يعني ولكن أنه بتقدر تطلع من المرحلة هاي بثقة ثقتك بنفسك عالي جدا تقدر تتجاوز فترة المخاطر هاي بثقة كاملة أما بالنسبة لأبيتك الثاني فأنا شايف أنه الأمور المالية شوي بدأت تفرج يعني في بعض الحلول الموجودة وممكن يجيك دعم اللي بيشتغلوا في مجال العمل الإضافي اليوم ممكن يحققوا إنجاز وممكن يحصلوا مال يعدلهم من عمل إضافي أو هدية أو من دعم من شخص معين أما بالنسبة لأبيتك الثالث فشايف أنا داعم بقو اليوم باتجاه التنقلات والاتصالات والنزهات والخروجات والفرح والمرح والأشياء اللي زي هيك يعني في عندك كثير من الأمور اليوم تقدروا تنجزوها من خلال البيت الثالث بالتواصل والاتصالات وإقناع الأطراف بوجهة نظركم ولكن دون عصبي وانفعل أما بالنسبة لبيتك الرابع فالأمور جيدة على مستوى البيت الرابع الأمور في البيت مستقرة بتقدر أنت تتحرك وانت واثق من حالك تقدر تهتم بمشكلة معينة لأحد الأخوة أو أحد أفراد المنزل وتحلها وتكون أنت كفؤ بحلها عندك قدرة على إيصال المعلومة والاهتمام فيهم بشكل مباشر ممكن تهتم بصحة أحد المقربين لا إلك أو أحد المعارف أما بالنسبة للبيت الخامس فذكرنا على العاطفة والحب والحضوض استغلها أما بالنسبة لبيتك السادس في منكم ممكن يهتم اليوم بمسائل عملية موجودة أمور موكلة لإله حابب أنه ينجزها ويخلص من الأعمال الموكلة لإله وبقدر اليوم ينهيها بقدر اليوم حتى يتواصل لعمل جديد أو أنه يطلب عمل جديد أو يقدم لعمل جديد الفترة هاي برضو دعميته وفي منكم ممكن يهتم اليوم بموضوع صحي العلاقة بفحص طبي أو بعض الفيتامينات أو المكملات الغذائية هي حاول أنه هيك يتحرك بهذا الاتجاه ورح يكون بالهم مطمئن بدون بدون تخوفات اللي حابب يعمل عملية تجميل أو إشي العلاقة بالتجميل اليوم مناسب جدا أما بالنسبة لبيتك السابع بيت الشراك المالي والعاطفية فهو دعمك بقوة وبثقة بتقدر تتعامل مع الشريك وانت واثق من نفسك ممكن تتباحث في مشروع معين أو فكرة معينة أو تواصل لحل مشكلة معينة اليوم رح يكون إيجابي لمصلحتكم أما بالنسبة لبيتك الثامن فما في يعني حضوذ دعم كامل ولكن في نوع من أنواع الضغط ممكن يتوجه لك بزيادة المصاريف حاول أنك أنت تقلل من مصاريفك ونفقاتك خلال هذه الفترة أما بالنسبة لبيتك التاسع فأنا شايف أنه إيجابي بقوة تقدر اليوم أنت تستفيد من السفر أو الاتصالات البعيدة أو التنقلات البعيدة أو حتى التواصل مع أشخاص من خارج البلاد كله هذا بوجه لك أنواع من الدعم واللي عنده جلسة قضائية جلسة قضائية اليوم اللي رح تكون النتائج لمصلحته إذا كانت أوراقه مستوفاه أما بالنسبة لبيتك العاشر بيت السمعة فهو أقل ضغط على السمعة الأمور ممتازة جدا اليوم تقدر أنت تتواصل مع زملائك ورؤسائك بالعمل تصلح بعض الأشياء اللي ممكن أنها تعركست في الأيام الماضية يعني الأمور إيجابية تقدر تنجز عمالك اليوم في عندك نوع من أنواع الثقة أثناء دوامك ممكن أن الأشياء تبهرك أما بالنسبة لبيتك 11 فما زالت الأمور ضغطة على مستوى العلاقات العامة والأصدقاء فهذا بيت الأصدقاء لسه في بعض المشاكل حاول أنك ما تحتد وما تعصب وما ثور من تصرف صديق أو معرفة أو تزعل وتتحسس لأجل أنه ما توجهت لك دعوة أو ما تكرمت أو ما وجبوك لأنه ما عزموك أو ما دعوك لشيء تطنش الأمور هاي الأمور بتمشي لمصلحتك في النهاية فترة ضغطة وبعدين بتنتهي أما بالنسبة لبيت المتاعب فما زال الضغط موجود فعشان هيك إنجز الأعمال الضرورية حاول أنك أنت تنتبه لصحتك وراقب وضعك الصحي حاول أنه ما تأمن لحدا على سرك عشان ما يفشيه وحاول أنك تحتاط من عدو متخفي يعني ممكن يكون صديق ولكن عدو أو ممكن شخص أنت بتعرفه أم من الفترة هاي ما رح يتحركه أساسا بيكون يكيد لك ويجعل كيده في نحر إن شاء الله وربنا يحميك هيك من توقعاتنا لهذا اليوم والله أعلم يا رضى الله ورضى الوالدين سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفر وأتوب إليك أترككم في رعاية الله وحفظه إلى اللقاء